السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب جناكم في مقطع جديد واتحدث عن شخصية مجهولة من لعبة رسيدنت ايبل 4 ويبنز مرشنط تاقر الأسلحة لديك شيء يمكن أن تتعلمك حصلت على شيء قد يثير اهتمامك هذه هي فقولته والمعروف في الترقم ببساطة باسم مرشنط هي شخصية تسمى جنادو زائفة التي تظهر في لعبة رسيدنت ايبل 4 كوسيلة لللاعب للترقية وبيع وشراء الأسلحة ويظهر أيضا في لعبة ايفون رسيدنت ايبل دي جنريشن جنادو بالاسبانية هو المصطلح الذي يعطي للضحية البشرية الأنواع من الطاعون المتنحية المهندسة وراثيا بواسطة كلمة مشتقة من الكلمات الأسبانية الماشية والتي تعني الماشية بشكل عام ولكن يمكن أن تشير إلى الأبقار على وجه الخصوص في كتاب تم وصفه بأنه باع متجول للأسلحة يرتدي معطف أسود طويل هناك شعل زرقاء شاحبة تحدد موقع متجرة ويبدو أنه قادر على السفر لمسافات طويلة في غمضة عين يحمل مجموعة واسعة من الأسلحة داخل حقيبة الظخمة ومعطفة من الواضح من مظهره أنه غنادو لكنه لا يبدو أنه يعتبر الغرباء بمثابة تهديد وسوف يتعامل مع أي شخص طالما أن السعر مناسب لا أحد يعرف كيف يحصل على أسلحته لكن اختياره يكفي لإقناع ليون أنه جيد جدا في تقارته حيث يمزح مع المشتري بعبارات مثل اختيار جامع السلاح النشط وستحتاج إلى شقاعة لشراء هذا السلاح يكشف التاقر عن نفسه لليون كينيدي بعد استيقاضه في المنزل في الوادي بإيقاعه من خارق النافذة عندما يتقول ليون خارق المبنى يعرض التاقر بضاعته تركض إيدا وونغ في وقت لاحق داخلكه قبل أن يقوم بإعداد متجرة بشكل صحيح بما في ذلك إضاءة الشعلة التي تنبعث منها النار الزرقاء ليون يعبره في نفس المنطقة عندما يكون جاهزا وهو يحيي ليون واقهته أيضا أدا وونغ في مناسبات مختلفة كما رأينا في طرق منفصلة لم يتم توضيح تاريخه وأسباب كونه تاقرا شهد آخر مرة قبل أن يحارب ليون سادلر المظهر الخارجي يرتدي التاقر معطفا أسودا ممزقا يغطي القماش الأرجواني القزء السفلي من الوجه يحتوي القزء الداخلي من معطفه على عدد من الأحزمة والحزام والجيوب كلها معبئة بالكامل من البضاعة يختفي وجه التاقر أسفل عينها اليسرى وتظهر المزيد من الندوب في الأجزاء اللاحقة من اللعبة في بعض الأحيان يشار غنادز بعيون حمراء متوهقة على الرغم من عدم تأكيد أنه سيصبح واحدا ومع ذلك تجد أن عيناه لا تظل حمراء في جميع الوقات ويتحولان في بعض الأحيان إلى اللون الأزرق الطبيعي بدلا من ذلك كمعلومة مارشنت هو كوقازي يدفع المارشنت عن طريق المشي إليه والضغط على الزر الذي يتوافق مع إقراء تولك تحدث الاستثناء الوحيد هو مواقهة اللون الأولى مرتان مع زيارة اللاعبين في بداية قولة قديدة سيظهر التاقر في نقاط مختلفة خلال اللعبة الرئيسية وطرق من فصلة ويقدم ترقيات وبضائع جديدة مع تقدم اللاعب عادة ما يقوم التاقر بأعداد شعل زرقاء بالقرب منه عندما يكون في العمل ومعظم المناطق التي يظهر فيها خالية من الأعداء على الرغم من أنها ليست مناطق آمنة يمكن اللاعب فعلا قتل التاقر لن يتلاشى جسده وسوف يتنفس في هذا المكان المحدد بعد بعض الوقت في صعوبة لتنفس الهواء ولكن ليس في المحترفين حيث لن يعود أبدا يستطيع التاقر إعادة ملع جميع الضخائر لأي سلاح عندما يقوم المشغل بترقية قدرات السلاح يدير The Merchant أيضا نطاقات إطلاق نار مختلفة حول مناطق القلعة والجزيرة وهناك جانب ثانوي بسيط تضمن تدمير ميداليات Merchant الزرقاء في بداية اللعبة الرئيسية والتي يمكن لللاعب أن يبدأ قبل مقابلته القيام بذلك سوف يكافأ ليون ببندقية مدخصصة وإلى هنا تحدثنا عن شخصية Merchant هذه المعلومات التي لدينا حاليا ولا يقد لدينا معلومات أخرى شكرا لكم على حسن المتابعة أتمنى أن يعقبكم المقطع شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدالي سوف ألبتكم بشكرا لكم سأخبر العظاء ليس لكم على عبارات أحضرنا بعض الأشياء الشيئة الم uhhh هذه المعطات المشكلة المحددة لم يكن للتعاقات من الأعلام أحضرنا صادق المشكلة المشكلة الفياد لأحضرنا ما ت行ك؟ ما هذاònًا ستصبح أنك دائم What do you buy ? good choiceًا ستبيل it's got a three round rapid-fire capability róي mean it's uses up ammo rather quickly ستريع النجرو now that'sirable not only will you need cash but you'll need guts to buy that weapon سرنجل مهادئك مهما احتمال الزمان سنتين przez المخطب أقتل موضوع شخص إنها تقرأ سيبقى بحث شيئًا آه أعيش برشكل كامل مهما رائع سعره أ أعلى؟ آسف هكذا هو وطلاب سيبقى حتى أشترك بحث مبالالا من قيمتلك بعض أشترك انها أستغلت يجب تعروي منظرة لقد أعلم لقد يزالك ما سيكون جميل قلبي